أهلا بحضرتكم من جديد ومكملين حدثنا مع الفنين الشابة تالة أرقان وحدثنا عن حفلها غدا في سائد الصاوي وقولة حفلتها في مصر يعني أكيد كان في استعدادات كبيرة للحفلة بكرة وانتي قتلني محضرة أغاني كتير حتغنيها الأول مرة بكرة في الحفلة في الكافرز كاكافرز في البرنامج بشكل عام كتير متنوع في أغاني جزائرية في أغاني مصرية طبعا في التونسي في بالفصحة في بالسوري حبيت أختار أكتر شي بيليق مع صوتي وأكتر شي أنا بنشدله وممكن فعلا يعجب ناس ممكن تسمعه حتى لأول مرة يعني يمكن البرنامج مو كله مشهور يتفاعل مع الجمهور المصرع يمكن مو كله مشهور بس ما لي قلقاني لأنه فيه فيه حركة الموسيقى فيها حركة فيه شغل يعني الشواب اللي معي عن جد اشتغلوا شغل الجبار بالتوزيع بالعزف بكل شي وفيه طبعا الأغاني الأورجينالز يعني دول طبعا احنا عايزين نسمع حاجة منهم بقى لو يمفر طب مااشي اوكي قبل ما كنت غني اللي هو باستنى هيك ينزل لكليب حنجاهز حنجاهز بس كله اللي استمع في كليب فخلص نغني يعني رح غني غني اسمع في كل سنة هي بالفصحة اوكي كلماتي وألحاني طبعا في كل سنة هم دوما معنا ما زال في حياتنا وجو قلبنا نتذكر اياما عشناها نبتسم الاذكرى لن ننساها كل اللحظات التي عشناها من دونهم ليس لها معنا من دونهم ليس لها معنا يغمرنا الأشواق تغمرنا الحنين لشؤل صوت وعناق بعد غياب سنين في كل سنة هم دوما معنا ما زال في حياتنا وجو قلبنا هاي واحدة منهم احتمال تكون هي الانترو بداة الحفل ان شاء الله هيك بس انترو مبهج والحفلة لا يعني تكون حفلة نكحة قرر انه استقل عن فرقة والدي ده قرار كبير ومسؤولية كبيرة امت حسيت ان انت قادرت عملي ده وخدتي القرار ده واشتغلت عليه لما عملت كثير حفلات مع بابا واخواتي لما طلعت كثير على المسرح لما غنيت كثير لما يعني من اول ما كنت اطلع على المسرح وانا واقفة ثابتة تمثال كنت بخاف لوقت ما صرت احكي ودردش وامسح امزح مع الجمهور وناخده ونعطي وعادي كأنه ببيتي عرفتي ووقت حسيت بثقة الشغلة التانية والاهم لما بديت اخد دروس صوت ما صر لي كم سنة صراحة وكانت خطوة متأخرة بس ما رح قول متأخرة لانه بوقتها كمان بديت اخد دروس صوت مع استاذي دكتور محمد عبدالقادر لما بديت اخد دروس حسيت لا انه انا بقدر غني صولو كنت كتير خاف قبل غني صولو انه خلص دائما اغاني اطفال مثلا كورال او حتى لو صولو بيكون اشياء بسيطة بعدين قلت لا يعني ليش حتى ما بعد التدريبات الصوت دي حسيت بكي بالضبط انه لا انا بقدر اعمل وخصوصي لما بديت اكتبوا لحين كان فكرتي الاولى انه اعطي هاي الاغاني لفنانين بعدين اصدقائي صراحة بالبداية يقولوا لي طب لا تعالى انتي اصلا بتغني يعني واغنيكي مش حتى ما تغنيهم فانه لا خلي لا بالعكس اعطيها لفلانة ولا فلانة ولا هيك بعدين اقنعوني اقتنعتها بالعافية اكتر متربين بتحبي تسمعهم ايه في وطن العربي في وطن العربي عبير نعمة صوته مخيف مخيف رهيب يعني كتير حلو ونبيلة معا فنانة مغربية كتير كمان في حبة والباقي هيك تحسي اغنية من هون غنية من هون يعني مشكل والجزائر القديم اشياء سوري قديم هيك وبشكل عام ستايل الاندر جراوند الاندي الفنانين المستقلين هيك ندعم بعض عرفتي نحس ببعض عايزين نختم باغنية عهد الاصدقاء يلا بينا نرجع بقى الاسباستون والذكريات الطفل حلمنا نهار نهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا الامل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألما نعيشنا نستسلم لكن لا ما دمن أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسناحيا بيننا صديق لا يعرف الكلل مخلص رقيق إن قال فعل روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنا الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام من الأغاني اللي كتير حب لها بابا يا تالا ناو رايبة قوي من القلب ومبهجة الحقيقة ويعني ختم كده كله أمل وبهجة الحقيقة شكرا جزيلا وبتمنالك كل التوفيق بكرة في الحفلة إن شاء الله تقصر الدنيا بحفلة تسلمي الله خليتي تسلمي شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التفاعة